بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم وعلياتي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفتنا لنهار اليوم الوصفة اللي قلبت كامل مواقع تواصل الاجتماعي فعلا هذا الوصفة عجبتني بزاف والي هي حلوة الطبقة التالع سل والاهم انه بدون طبقة ركي ريح تحضر يا حبيبتي دفعة واحدة والاهم انه غير بزوش حباتها على البيض ركي ريح تتحصل على حلوة من اروع ما يكون بنتها تفوق الخيال والاهم كذلك حبيبتي انه تقطع لك كمية الله يبارك ركي ريح تاكلي وتوكلي وكذلك يعني تتحضر في وقفة هذا الوصفة هذه فعلا تستحق التجربة فقط حبيبتي نطلب منكم هذه الجام تخليوها لي في الفيديو فضلا وليس امرا اذا عجبتك حبيبتي الوصفة ادعميني بجام مخسر تيوالو بالعكس ركي ريح تدعمي المحتوى قلوا بسم الله وعلى بركتي لعندي نص كاسع سكر حبيبات ولا السكر العدي عندي هناك كاسع زيت نباتي سعة الكاس 220 ميلي لتر عندي هناك نص كاسع سل حبيبتي بالنسبة لهذا العسل كنت يعني خدمته في الدار سابقا نعني شاركتكم بالوصفة راهي في القناة ناجحة 100% كما راكم تشوفوا عندها تقريبا ثلث اسابيع متسكر معايا ما يصير له حتى حاجة قوامه من ارواع ما يكون حضره يعني غير في الدار يعني ولي توفر معاها مشري ولا لا كي الحرية حبيبتي تحطوها كافي مرميطة ولا كسرونك كما تحبوا نستعينوا هنا يا بالفوي وندي المرميطة على نار متوسطة مع التحريك المستمر هذا الوصفة حبيبيتي قدمة نشكرها لكم وقليل في حقها حلوة رائعة رائعة جدا بذوق العسل والبيكربونات من ارواع الوصفات اللي ممكن تحضرهم لوليداتكم كما راكم تشوفوا نستعين بالفوي نخلط مليح مليح بهذا الطريقة حتى يغلي معايا هذا الخالد هنا حبيبيتي كما راكم تشوفوا كي يبدأ يغلي معي الخالد راح نضيفوا هنا يا ملعقة صغيرة تعبي كربونات هنا الدور تعبي كربونات راح يعطيها وحد الخيفة كذلك وحد البنة وحد اللون يعني رائعة جدا هذا الحلوة تعبي كربونات والعسل يعني حلوة قديمة بزف سابقا كنا ندروها بالطبقات وهذا المرة يعني درناها لكم دفعة واحدة يعني بش تتحصل على نتيجة رائعة جدا وفي ظرف يكون قصير بعد ما ضفت هذه الكمية حوالي ملعقة صغيرة تعبي كربونات نخلط مليح مليح شوفوا هنا كيفاش شكلت معايا واحدة الرغوة كما راكم تشوفوا نزيدوا هنا نخلطوا النار هي متوسطة نخلطوا واحدة دقيقة فقط ونطفيوا أعليها نجيو هنا حبيبيتي نصبوا هذك الخاليط كافيري سيبيون لحاجة تكون شوية واسعة ونستعينوا هنا يا بالفوين نخلطوا مليح 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 نحاولوا انه يعني الخاليط تعنا هذا نحاولوا هذك السخانة ليفي يعني نحاولوا انه نخليوا هدافي فقط وفي نفس الوقت كما راكم تشوفوا نحاولوا انه نخلطوا باش تتجنس شوية هذ المكونات مع انه هنا يا حبيبيتي العسل مع الزيت يعني مشي بالسهل انه يتخلط معاكم هنا بعد ما كنت برد شوية الخاليط تعيني له ودافي فقط مشي لازم سخونه و تحطوا عليه البيض رايحي طيب معاكم خليوه يعني ولي دافي فقط ونضيف هنا يا البيضة الاولى يعني نحتاجه فقط زوج حبيبتها على البيض في هاذ الوصفة الرائعة ضفت هنا يا حبيبت البيض الاولى بنسبة للبيض يكون بدرج حرات المطبخ ونخلط مليح مليح بالفوي هنا كين بدو اللوحو في البيض تلاحظوا بلي الخاليط تعقوم بداي ولي متجانس بعد ما خلطت ودخلت مليح هذه البيضة الاولى نزيد هنا ينضيفوا البيضة الثانية مع تحريك المستمر بالخلط اليدوي كما راكم تشوفوا وصير حبيبتي نجاح الوصفة انه لازم مكونات هاذو تتحصلوا على خليط يكون متجانس كما راكم تشوفوا ونضيفوا هنا اكيس تاع فانيلا ولا ملعقة صغيرة من الفانيلا مع رشة الملح باش الحلوة تعناه يعني تجيب زف بنينا وكذلك نخلطه مليح مليح حبيبتي بالنسبة للمقادير راح نخليهم لكم في صندوق الوصف وكذلك في تعليق مثبت فقط انتم مع لكم بالدعم خليوا لي هذو كل يجم تبخلوش علي بهذاك اللايك الله يحفظكم ويعطيكم ما تتمنوا راح هنا حبيبتي للنواشف ضفت زوش كيسين تعلفارينا مع نصف كيس خميرة الحلوة بأي ميوة عادل 5 قرام ونبدأ هنا ينطم في العجينة تعيب هاذ الطريقة يعني بالأصابع فقط زيت هنا ينضفت الكيس الثالث ونزيد نكمل نطم لعبات تعيب هاذ الطريقة كيما راكم تشوفو حبيبتي رانا نطمو فيها فقط ما نشنع جنو فيها نروحو هنا حبيبتي للكيس الرابع من الفارينا وكتشوفوش حال اتبقى لي منه اجمال الفارينا كانت ذات لي 4 كيسين الا 4 وانتو مع لحساب الفارينا تعكم يعني الكاس الرابع راكم ما رايحين تروحوا معاه يعني دفعة بدفعة وتشوفو تتحصلوا على قوام يكون نوعا ما متلسق يعني وتكون شوية طرية متيبسوهاش باش الحلوة تعكم جيب زفة خفيفة وهشيشة كيما راكم تشوفو تستيت باليد الاخرى لانه اليد يعني اللي يكون نطموا لابات يعني تحسوا بلي ما زالها تلسق ولكن التستي وباليد الاخرى عكبش ما تتبسوهاش شوفو هنا يبقى تلي حوالي ربع الكاس حبيبتي نخلي لكم المقادير بإذن الله في صندوق الوصف وكذلك في تعليق مثبت نجيو هنا حبيبتي لهذا المرحلة بلاطو يدخل للفرن لقياس 30 على 24 سنتيم ادهنت بعزيت ويجبت هذيك الابات التاعي وبديت نطرح فيها كما راكم تشوفو العجين تمشي معاكم يعني بكل السهولة تطرحوها غير باليد على كافة يعني على كامل بلاطو بالنسبة حبيبتي للفرن نكونوا شعلناه مسبقا على درجة الحرارة ندخل زيتو تشعلو لها شوية من فوق حاجة خفيفة فقط تبدي معاكم هذا التحمير الله الله كما راكم اد شوفو اهنا حبيبتي وهي سخونة يعني خليتها حوالي خمس دقايق فقط على سطح العمل من بعد هنا نقلب ها في بلاطو وحد اخر شوفو كيف نحي البلاطو تتلح معايا بكل سهولة فقط حبيبتي ادهنو بشوية على الزيت بش ما تلتقش معاكم هنا رايح نقلب الحلوة تعيح بتعني ندير الوجه الاخر هو ليكون من الاهلة هنا حبيبتي نجيب الموس تعلمين شارع بش ما تفتش معاكم هذا الحلوة رهات ريما ما شاء الله نجي هنا نحي هذا يعني الحواشي هذو الأطراف هذو حوالي واحد سنتيم ونص سنتيم فقط بالنسبة لهذا الحواشي هذو ما راح حش يعني نستغنو عليهم هذو حبيبتي تحطوهم في أشوار وترحي وهم كما تقدر يعني ترحي هم غير بيدي كم فقط تحكوهم رايح يتفتتوا معاكم بكل سهولة هنا نحتاج كمية من معجون المشمش يعني هذا الوصفة تتمشى بمعجون المشمش اللي رايح يعطيكم وحدة البنة مع هذيك البنة المعجون مع الحمضة اللي فيه تخرج من أرواع ما إياكم نحن 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 نوزع هذيك الكمية حوالي ملعقتين من معجون المشمش ونبدأ ونوزع فيها بالبنس بهذا الطريقة ومن جهة وخرا كما كنت يعني منها فيها من فيها بزاف المكونات والأهم أنه صدقوني حبيباتي في وقفة تكملوها نص ساعة بين تحضير تحاوطي ها وتكون وكملتوها يعني ودرتوا منها كمية تكبيرة تخبيوها وتفطري بها أنت ووليداتك وبالصحة ولا هنا نرش هذيك الكميات بالحواشية اللي كنت رحيتهم بهذا الطريقة ونكملو حبيباتي نقسم الحلوة تعنا شوفوا هنا كيف خرجت من أروع ما يكن نقسم ها حبيباتي معكم اللي يعني تقطع لنا كمية الله يبارك بالنسبة هنا يعني الأشكال كيف نقطع الحلوة تعنا اكسس هتديرها مقروضات ولا هتديرها مربعات لكم الحرية أنا درت حبات على شكل مقروضات ودرت كذلك حبات على شكل مربعات تقدموه في الكيسات والله رح تخرج جمعكم من أروع مياكن والبنة وش نحكي لكم فقط يعني جربوها وصدقوني راهي رايحة تولي لكم إذما راهي رايحة تولي لكم هذا الوصفة مع تمدينة لكل أسبوع رايحة تحضري منها نجو هنا حبيباتي بالاستعانة بالمستع المنشار نقسمها معاكم ومن بعد حبيباتي تشوفوا معايا الحلوة تحنا في صحن التقديم وهي لكم هنا حبيباتي الحلوة تحنا في الشكل تحنا نهائي تقدموها في الصحن لما كانوا متوفرين معايا لكيسات ودرتها غير هكا لوليداتي فقط بعدما كملت التصوير درتها في علبة مغلقة وخبيتها كبش نفطروا بها مع ولداتي كما ديروهم في لي كيسات وتقدموهم يعني تخرج معاكم من أربع ما يكون شوفوا الكمية الله يبارك قطعت لي كمية كبيرة بلا هذو كليشيت يعني كانوا كلاوهم مولادي يعني روعة 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 هذا الوصفة ننصحكم كامل تجربوها وما تراطيوهش لأنه فعلا تستحق التجربة شوفوا لي هنا حبيباتي بش نقسم معاكم يعني المرصوب شوفوا الخفة تحو كذلك البنة يعني البنة ننتمنى إن شاء الله كامل تسيوها بش تعرفوا على وش راني نهضر وليلي حقيتم معايا الحد هنا يوم ما زلت ما دارتليش هذي كجام ونقول لك حبيبتي فضلا وليس أمرا خليلي هذي كجام بش يطلع الفيديو ويستفادوا منه أكبر عدد من الأخوات ولي كان زارتني جديدة نقول لك حبيبتي مرحبا بيك تنوريني بالاشتراك بالقناة اشتركي لي في القناة وفعلي جرسك بش تكبر اللمتانة وتكبر العائلة تعنا وإن شاء الله كاملها كما رحين تستفدوا معايا بالوصفات الرائعة نبقى لي غير نقولكم تهلا ولي في رواحكم سلام